نعم جيلا يولد بعد تير نعم جيلا يزرع قوة ونبارا وكفاعا جيلا بعد تير في فعالية اليوم هي مساندة طبعا بداية لأهالينا في غزة في هذه الحرب الموجهة ضدهم أيضا دعما لأسران الأبطال داخل السجون في هذه الفترة تشهد سجون حملات ضغط وتعذيب الأسرى على المستوى النفسي وعلى المستوى المادي من حيث سحب مقتنياتهم الخاصة منعهم من الزيارات منع الفورات التضييق حملة اعتقالات كبيرة جدا تشنها الاحتلال حاليا بحق أبناءنا في فلسطين معظمهم يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بدون توجيه أي تهمة لهم نحن هنا مساندة لهم في سجون الاحتلال ونقول لهم بأنهم حتما سينتصرون وسيتحررون قريبا إن شاء الله نحن اليوم بالتزامن مع كل فروع الاتحاد العام في كل المحافظات جينا لنرفع صوتنا طبعا مش للعالم القبيح اللي بيّن وتعرى وجهه بقباحته بقدارته بحقارته بمشاركته بالجريمة الإبادة اللي ترتكب بحق أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة نحن جينا لنرفع صوتنا أولا لنقول لأبناء شعبنا بقطاع غزة أنه نحن شعب واحد شعب موحد بالضفة بالقدس في الثمانية وأربعين نحن شعب واحد شعب تحت الاحتلال شعب ينادر من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس نحن جئنا نقول لأحرار العالم وليس للعالم القبيح نقول للأحرار في كل العالم العالم وبالعالم العربي أنه نحن شعب فلسطين من طالبهم أنه توقفوا واحدة من أجل نصرة هذا الشعب الأعزل هذا الشعب اللي بناظر من أجل دحر هذا الاحتلال وترد هذا الاحتلال وكنسوا عن أرضه من أجل إقامة دولة مستقلة وأنه يعيش بحرية زي بقية الشعوب بالعالم جئنا لنقول للصليب الأحمر الهيئة الدولية التي تأسست من أجل نصرة الشعوب التي تكون تحت الطخ والرصاص والقتل والدمار والحروب جاءت النوهية تدافع عنهم وتحميهم من قلنا أنه قومي بدورك المطلوب منك بحماية أجهبنا الأعزل نسائنا العزل الأطفال العزل العماله ترتكب بحقهم 66% من الضحايا بقطاع غزة اليوم من هذا العدوان هم من الأطفال والنساء وبالتالي الصليب الأحمر لازم يأخذ دوره وجئنا نقول له أنه لازم تأخذ دورك وقفنا أمام مقر الصليب الأحمر من أجل نرفع صوتنا عاليا ونقول أنه إحنا من طالب أن يكون فيه وقفة من أجل حماية شعبنا الأعزل في كتاع غزة قال ياسر عرفات حينما قتاله وخلي للوزير أبو جهات قال إذا كانت إسرائيل بتعتقد إنها تضبباتها ومدافعها واغتيالاتها بتخوفنا وبترعبنا وبتربعنا إحنا بنكون لإسرائيل لا إحنا لا بنخاف ولا بنرتدع ولا يمكن أن نهدف قال إذا كانت إسرائيل على البلدان الأن لإشتراف